في المدرسة كان من اول الحصر بناخدها عندك في البلد مجمع الحديد والصلب في حلوان فخر الصناعة المصرية والمحلة الكبرى فخر الصناعة المصرية وبعدها نجع حمادي فخر الصناعة المصرية كنا اخدنا دروسنا كانت معظمها بيتكلموا على الصناعة المصرية وازاي ان احنا عندنا مجمع الحديد والصلب اللي عمله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وازاي هذا المصنع وهذا المجمع العملاق ساعدت دولة المصرية طوال الستين سبعين سنة اللي فاتوا لان انت بتعمل مصنع او مجمع للصناعات التقيلة اللي هي بتدخل سكة حديد بتدخل حاجات خاصة بالقوات المسلحة حاجات كتيرة خاصة باستراتيجية تماما لما عملت هذا المصنع ما قلتش والله عايزين نكسب منه مليون ولا اتنين ولا سبعتاشر ولا مليار ما تقلش كده وقتها وقتها تقال ان لازم يكون عندي هذا المصنع لصناعات السقيلة لو احنا عايزين نعمل اطبان سكة حديد ما نروحش نجيبها مش عارف من مين لا تبقى موجودة عندنا في مصنع مملوك للدولة المصرية واستمر هذا المصنع سنوات ثم حصل تطوير ربما في منتصف السبعينات تطوير لهذا المصنع وبعد كده زي حاجات كتير جدا بازت في البلد باز المصنع تاني زي حاجات كتير بازت باز المصنع مصنع النهاردة خده قرار صعب جدا من كم يوم وهذا قرار من سنة يمكن او سنة ونص تقريبا كان معانا وزير قطاع الاعمال ساز هشام توفيق في مداخل على الهواء وقتها كان صفه شركة ايضا تقريبا كانت في حلوان وليه سألته قلت له اخبار مصنع حلوان ايه الحديد الصلب وارد قال لي والله كل حاجة واردة فاذن الموضوع ليس وليد عشرين واحد وعشرين الموضوع من بدري هل في حديد في مصر مصنع بيخسر ده السؤال السؤال الطبيعي يعني تيجي تقول لي احمد عز مصانع محمد عز في اسكندرية بتخسر او احمد ابو هشيمة في بانسويب بيخسروا او مصانع اخرى والعتال بيخسروا او الجرحي ولا بيخسروا انا بسأل سؤال منطقي ما هو انت حضرتك النهاردة سعر طن الحديد كام النهاردة حديد حلوان ما بيشتغلش في الاسمانت وفي الحديد وفي المباني لا لا ده حاجات استراتيجية السعر النهاردة كام الطن اتناشر الى بارتاشر الف جنيه بس ده ايه الحديد اللي بنبني به طب اذا انا عندي مكان استراتيجي هل فجأة كده اقول يا جماعة هذا المكان قررنا تصفية المكان ده بيخسر خلاص الناس دول يعودوا في بيوتهم هنديهم تعودات ايه اللي حصل في البلد حصل كتير في البلد تاني بقول حصل كتير اتذكر اتذكر ايامة خسخصة والدكتور عاطف عبيل وهو الرئيس الوزراء في ذلك الوقت كانوا كان مصنع حديد حلوان من ضمن اللي هيتم خسخصتهم في مجلس الوزراء وارجعوا لمضابط مجلس الوزراء وقتها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد العامل القائد العامل قوات المزلحة في ذلك الوقت رفضا تاني رفضا الكلام ده من السر ما بقولكوش سر كلام ده تقال بعد ما اللي حصل حصل وقال لك المشير في مجلس الوزراء قال لهم ايه كل حاجة هاتبعوها كذا المصنع ده محدش يقرب له وكانت كلمة المشير دانطاوي محدش يقرب لمصنع حديد حلوان بتكلمك على 2001-2002 في ذلك الوقت لما كانت حاجات كتير جدا بتتعامل وتتغير ويلا وقتها الخاصة وخصص كل حاجة هو ايه اللي حصل من 2002 واتنين لحد النهاردة هل المصنع ده بيكسب لا بيكسب خساير رهيبة داخل على مليار جنيه السنة اللي فاتت واللي قبلها تقريبا وعليه خساير ديون ستة سبعة مليار جنيه شيء يخلي دماغك كده تلف حديد بيخسر اه ليه بيخسر حضرتك بيشتغل فيه لحد الأدنى ستة سبعة تلاف وواحد اه ترجمة نانسي قنقر